التقى وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولو الخاطر لبحث زيادة المساعدة الصحية التي تقدمها مصر وقطر للأشقاء في قطاع غزة وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح أسيسي حريص وزير الصحة والسكان على زيارة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين تلقون العلاك في مستشفية دولة قطر الشقيقة كما بحث الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم الطبي للمصابين والمرضى بقطاع غزة سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو من خلال المستشفيات في مصر وقطر وأكد الوزير على الجهود المصرية في هذا الملف اعتبارا من بدء الأحداث الدامية في قطاع غزة حيث تم فتح معبر رفح من الجانب المصري وتقسيس 47 مستشفى في 8 محافظات لاستقبال المصابين الفلسطينيين فضلا عن استقبال 1200 مصاب وجري أكثر من 1300 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفحة اشتركوا في القناة